قبل ما نسيب الدوري وقبل ما نسيب اللي بيحصل في الدوري فتعالوا نقول لكم حاجتين سريعتين امبارح عجبني او اكتر ما لفت نظري في تصريحات المدير الفني للزمالك جوزي جوميز هي نقطتين النقطة الاولانية الرسالة اللي قالها بانه بيحمد ربنا انه عنده اكتر من لعيب بيلعب في اكتر من مركز الرسالة دي الحقيقة توضح لك تماما انه قائمة الزمالك ليست مكتملة والزمالك يمكن عنده ست ماتشات تقريبا او سبع ماتشات لحد يناير اللي جاي اعتقد ان الزمالك هيحاول فيها بكل ما يستطيع انه ما يفقدش النقاط يعدي الدنيا علشان بينتظر يناير لسد ثغرات واضحة في الفريق سواء على مستوى الاجنحة او على مستوى خط وسط الفريق او حتى على مستوى الدفاع امبارح محمد حمدي بيلعب كجناح ايسر بينزل مكانه مشلاك الذي لم يظهر حتى الان بصورة منتظرة منه من جانب الجماهير فاتوح كمان لما نزل شارك كجناح في وجود بنتيك كظاهير ايسر فاتوح بيشارك لأول مرة منذ ازمته التي لم تنتهي بنسبة 100% حتى الان فيما يخص الاحكام القضائية وبالتالي دي نقطة بتبين لك ان جوزيجو ميز بيلصم الفريق رغم وجود عناصر رائعة زي ناصر ماهر والمبدع عبدالله السعيد في صفوف الفريق زيزو ومحمد حمدي اصابتهم مختلفة لكن اعلنها الزمالك عن طريق الجهاز الطبي والدكتور محمد اسامة في الساعات الماضية فاصابة زيزو عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الاولى بيغيب اسبوعين يرجع بعدها التدريبات بحسب ما قال الدكتور محمد اسامة ومحمد حمدي جزع في الرباط الخارجي للركبة برضو بيغيب عنها اسبوعين ثم يعود الى التدريبات الجماهية حسب ما قال الدكتور محمد اسامة طيب اشتركوا في القناة